ألقت كوادر إدارة مكافحة المخدرات القبضة على 15 تاجراً ومروجاً في سلسلة مداهمات وحملات أمنية في محافظات عدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ففي العقبة داهمت قوة أمنية مشتركة أربعة مواقع بالتزامن وألقت القبضة على خمسة أشخاص منهم اثنان خطيراً بعد أن قاوموا القوة الأمنية وذكر بيان أمني أن كوادر المكافحة ضبطت بحوزة الموقفين أربعة وعشرين كف حشيش وثلاث بئة حبة مخدرة وكمية من مدة الكريستال وفي الزرقاء ضبط بحوزة أحد تجار المخدرات عشرة كفوف حشيش وألفا حبة مخدرة جنوباً إلى معان حيث ألقت كوادر المكافحة القبضة على شخص مصنف بالخطير بعد أن أبدأ مقاومة شديدة وضبطت بحوزته أربعة كفوف حشيش وألفي حبة مخدرة وسلاحين ناريين وداهمت وحدة مكافحة المخدرات في المفرق تاجراً داخل مركبته أثناء نقله لكمية من المواد المخدرة من أجل بيعها وضبط بحوزته أحد عشر كف حشيش وأربعة آلاف حبة مخدرة كما داهمت مطلوباً بحقه عشرين طلباً أمنياً ومصنف بالخطر في عجلون إذ ألقي القبض عليه وضبطت بحوزته كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع وفي البلقاء ألقي القبض على شخصين من مروجي المخدرات في مداهمتين منفصلتين وضبطت بحوزتهما كميات من المواد المخدرة المعدة للبيع وأسلحة نارية وألقي القبض على مروجي المخدرات في لواء الرمثة بعد مداهمته وضبطت بحوزته كمية من مادة لكريستال المخدرة ترجمة نانسي قنقر